مؤامرة الموت قيافة رئيس الكهنة إذا كانت قبلة يهوذة قبلة الموت لكن الأشر والأخطر هو مؤامرة الموت عندما يتآمر رجال الدين على قتل دم بريء مكتوب في يحنح دعش فجامع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركنا هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضوعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد كان قيافة رئيس كهنة من سنة 18 إلى سنة 36 ميلادي وهذه تعتبر فترة طويلة نسبيا في ذلك الزمن كان قيافة مقربا من روما ومن العائلة الهيروجسية المالكة وكان صهرا لحمى حنان كما ترى معي من هذه الآيات ومضوا به إلى حنان أولا لأنه كان حمى قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة كانت كلمة الله على يحنى بن زكريا في البرية كان لقيافة سلطان على الهيكل وكان ينتفع به شخصيا من التجارة الفاسدة مكتوب ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص أي عصابة لصوص لأنه كان جزء كبير ونسبة عالية من الأرباح تعود لرؤساء الكهنة والجدير بالذكر أن رؤساء الكهنة قد تعينوا من الولاء الرومان لكن قيافة عزل سنة 36 ميلادي من منصبه كرئيس كهنة من قبل الرومان مع بلاطوس البنطي في الوقت نفسه كانوا يعتبروا يسوع يشكل خطرا عليهم مكتوب حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوا أي يموت إنسان واحد عن الشعب كان يقصد به موت يسوع لكي يحفظ مراكزهم الخاصة وهنا استخدم لغة الذبائح البدلية بموت المسيح عن الخطى مثل ما هو مكتوب في نبوة إشعياء 53 وأيضا مكتوب لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي حمل هو نفسه خطيان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم لم يدرك ما تنبأ به قيافة لكن العناية الإلهية وجهت اختيار الكلمات هكذا لتعبر عن جوهر خطة الله المجيدة للخلاص كما قال بوتروس لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودوس وبيلاطوس البونتي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون في الواقع أن الله استخدمه كنبي وهو لا يعلم لأنه كان رئيس الكهنة أي الواسطة لإعلان مشيئة الله قائلا وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد لتتميم نبوات العهد القديم في شعية وفي حسقيال وتتكلم أيضا عن تبشير الأمم ورجوعهم للرب ونتيجة لموت المسيح الكفاري وقيامة المجيدة فقد جمع اليهود والأمم جماعة واحدة التي هي الكنيسة جسد المسيح أفسوس إصحاح 2 أوليس عجبا أن رؤساء الكهنة قادة إسرائيل الدينيين هم الذين تزعموا مؤامرة قتل مسيحهم بدل أن يكونوا الأوائل في الاعتراف به وتتويجه ملكا لقد ترأس قياف محاكمة الرب الدينية كما أنه كان أيضا حاضرا عندما دعي بطرس ويحنى إلى المثول أمام مجمع السنهدريم في أعمال الرسل إصحاح 4 إن قيافة الذي قرر أن يموت يسوعا الأمة على أن تتورت الأمة كلها في مشاكل مع الرمان كانت تعتبر عائلة قيافة عصابة لأنهم لم يأخذوا الكهنوت من الله أو لمدى الحياة كما هو مفروض لكن بتعيين الرمان الوثنيين لهم لقد ابتدأ الكهنوت بالآب الكبير حنان وأولاده الخمسة وأصبحوا رؤساء كهنة ثم انضم إليهم قيافة صهره وحفيده حفيد حنان أيضا كانوا يلبسون الزي المقدس ولكن قلوبهم مظلمة وأصيبوا بالعماء الروحي وقساوة القلب إذ حولوا بيت الله إلى مغارة لصوص وبؤرة فساد كان يعتبر قيافة لصن بالتجارة والربح القبيح ويعتبر قاتلا أيضا لقد كانت إرسالية أن يزيل ويتخلص من المسيح بأي طريقة مهما كلف الثمن كان أنانيا وكان قاسيا جدا لا يبالي بموت المسيح ولا حتى كان يبالي بمصير يهوذة الذي رجع نادما على فعلته إذ سلم دم بريء قال له أنت أبصر فهو شخص لا مبالي بدون أخلاق أو أي مبادئ إنسانية خالي من المشاعر مشاعر الرحمة قلب حجري اسمعه يقول فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها لقد تآمر قيافة على المسيح وتآمر مع يهوذة الإسخريوت الذي خان المسيح بل تآمر ودعى اجتماع السنهادريم على عجلة لمحاكمة المسيح لقد كانت هذه المحاكمة الدينية قبل أن يؤخذ إلى بلاطوس للمحاكمة المدنية لقد كانت مهزلة المحاكم ووصمة عار في القضاء لعدة أسباب أولا جمع شهود زور وكان فيه تناقض في شهادتهم ينبغي أن تكون شهادة على فم أكثر من شاهدين لكنهم تحركوا بدافع الكراهية والحسد وعدم الإيمان في محاكمة يسوع كان المسيح صامتا أمام كل ما يدور في تلك الليلة ثم يجب فحص الشهود على انفراد دون أن تكون فرصة لأحدهما الاتصال بالآخر ثم ممنوع الحكم على شخص خلال فترة العيد كانت أيام الفصح عيد الفصح ثم ممنوع المحاكمة في الليل ينبغي أن تكون في النهار وإصدار الحكم في النهار ينبغي أن تنقض ليلة كاملة قبل إعلان الحكم ينبغي أن ينعقد السنهدريم في إحدى قاعات الهيكل وليس في بيت قيافة ينبغي أن تعطى فرصة ليسوع ليدافع عن نفسه نتيجة المحاكمة والعقاب قد تحدد قبل المحاكمة حقا إنها مهزلة المحاكم كانوا مثل عصابي لقد كارهوا يسوع لأنه فضح أعمالهم الشريرة والفساد بالواقع كان يدعى سوق حنان في الهيكل لدرجة أن هذه العائلة كانت مكروهة من اليهود إذ مكتوب ويل لبيت حنان وقيافة لقد كان قيافة مخالفا للقانون وللعدالة وللضمير إذ نراه يدفع رشوة ليهودة ويحضر شهود زور بأي ثمن ثم يكمل المصرحية بشق ثيابه ثم يلفق تهمة سياسية ليسوع ليحاكم أمام بلاطس الوالي الروماني وعلى فكرة لم يحاكم المسيح على جريمة فعلها بل أقوال قالها مما أكدت صدق دعوة المسيح عندما سأل قيافة المسيح سؤال مرتبط بالقسم وأما يسوع فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله قال له يسوع أنت قلب وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود هقد سمعتم تجديفه لقد رد المسيح على جوابه واقتبس من نبوة دانيال الإصحاح السابع ثم لفق قيافة للمسيح تهمة سياسية أمام بلاطوس وهي التمرد على قيسر لقد كان فعلا منافقا وماكرا وكان خير الماكرين وأكثرهم خبثا ودهاء كان قيافة من طبقة الصدقيين الذين لا يؤمنون أصلا بالملائكة ولا بالروح ولا حتى بالقيامة لقد آمنوا بأصفار موسى الخمسة والله لكن كان إيمانهم إيمانا عقليا وأنكروا الأبدية قال يسوع مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص كان قيافة محب للمال والطمع والحسد حتى بلاطس أدرك هذا لأنه علم أنهم أسلموه حسدا مسكين قيافة لقد اشترى مركزه بموت المسيح لقد تآمر وفعلا مات المسيح كمعبر خير خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد إن مؤامرة قيافة لقتل المسيح كانت سبب بركة وخلاص لكل الشعوب والأمم لكن ما يصعب علينا فهمه هو أنه كيف قيافة أعلى سلطة دينية يتآمر على قتل المسيح لكن الله حول الأمور لخير البشرية وتمت مشورة الله المحتومة لبركة العالم أجمع والربي باركك